طيبين رمضان خلاص على الابواب وقرب السحور قرب شهر الخير والعبادة ربنا يبلغنا رمضان كده يا رب وإحنا في احسن حال هعمل لكم بقى النهاردة اللبن الرايب والزبدو بتعم الشركات بالزبط بطريقة سهلة جدا مش مش مكلفة خالص هتعمليها كده في البيت بمنتهى السهولة وطبعا صحية جدا عشان ما فيهاش لمواد حافظة ولا اي حاجة عملت اللبن الرايب السادة وزبدو بالفراولة وزبدو بالمانجا وتقدري تعملي اي طعم انت حباب جد شايفين القوام تحفة جدا يلا بقى نشوف عملنا ازاي جبت هنا كيلو كده من اللبن وحطيته في الطاجن بتاعي وهسيبه كده في الفرن لمدة يومين كده في الفرن او يوم ونص على حسب بقى الجو لحد ما يروب معاكي ويعمل كده وش هنشوف بقى شكله دلوقتي بعد يومين ده بقى شكله خلاص كده اللبن رب معايا هنشيل بقى القشطة كده اللي على الوش عشان خاطر طبعا يبقى اللبن الرايب بتاعي كده لايت كده وخفيف مايبقاش فيه دسم طبعا اللبن الرايب مفيد جدا في الصيام بيبقى خفيف وبيساعد على الهضم وبيرايح المعدة وليه فويت كتير قوي طبعا هو والزبادي هنشيل بقى كده القشطة خالص وهنشوف هنعمل ايه هناخد بقى كده منه اه وهنجيب بقى الخلاط او الهند بلندر اي حاجة نضرب بيها طبعا هتقدري تتحكمي في قوام اللبن عايزة سادة عايزة بالعسل عايزة بالسكر زي ما انت حابة خالص هتقدري تعمليه انا هنا هعمله بالسادة انا الحقيقة بحب السادة جدا وبحب شلب الفواكه بس طبعا دي بتبقى زواء على حسب بقى رغبتك فيه ناس بتحب طبعا الزبادو بالفراولة وبالفواكه بيبقى جميل برضو انت بقى تختاري على حسب بقى ايه الرغبة عندك في البيت ده كده اللبن الرايب السادة الفواكه بقى قدامنا طريقتين اما هنجيب الايس كريم البودر ده وده اللي هيديك طعم الشركات بالزبط بنحط معلقة عليك كوباية اما لو انت حابة تعمليه بفواكه فريش عندك خوخ عندك فراولة تحطي فراولة وتحطي عليها معلقة كريم شانطية برضو عشان يديكي قوام قريب لطعم الشركات لكن بصراحة الايس كريم بيدي طعم زي الزبادو الجاهز بالزبط مش قادر اقول لكم مش هتفرقوه حطيت هنا كوباية برضو لبن الرايب عليها معلقة ايس كريم فراولة وده كده ايس كريم الفراولة طعم وريحة زبادو الفراولة الجاهز بالزبط بجد تحفة وهنا هعمل بتعم المنجا برضو معلقة على كوباية اللبن الرايب وبردو هخلطهم كويس ونقدموا بالحنة والشفا ينفع في الفطار وفي السحور وفي اي وقت في رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب كده يعود علينا رمضان بالخير رمضان شهر كريم شهر العبادة شهر الصوم شهر الاكل ولا اي حاجة بس دي حاجات بسيطة لازم نعملها عشان نهتم بنفسنا وربنا قوينا ان شاء الله على العبادة ياريت لو وجبك الفيديو ما تنسيش بقى الشير واللايك وتعمليه يفول عشان تشوفوا كل وصفاتي بحبكم في الليل اشوفكم في فيديو جديد مع السلامة